بسم الله الرحمن الرحيم الله خير تركوا أشغالهم وارتباطاتهم وأبوا إلا أن يشاركوكم فأنا أرحب بهم جميعا كنا تكلمنا في الحلقة الماضية في برنامجنا القوارير وذكرنا أن القوارير مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشه رضي الله عنه الصحابي الذي كان له صوت حسن فكان يحدو بالإبل يعني ينشد أشعارا بلحن للإبل حتى تمشي بسرعة في الصحراء أثناء السفر وغيره فحدى فأسرعت الإبل فصارت النساء وهن راكبات على الهوادج هودج شيء يوضع فوق البعير تكون فيه المرأة جعلت الهوادج تهتز فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الهوادج بالنساء فقال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة شبهها بالقوارير كالزجاج الذي ينبغي المحافظة عليه والعنايبة إلى غير ذلك نحن اليوم سنتكلم عن امرأة هي سيدة نساء أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة حقيقة لما نظرت في سيرتها وجدت أعاجب لها بطولات وهي صغيرة عمرها سبع سنوات لها بطولات وهي كبيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما لدرجة أنها إذا أقبلت عليه قام صلى الله عليه وسلم إليها وقبل جبينها وأقعدها مكانه من شدة تقديره لها وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جاء إلى بيتها وسلم عليها ثم مضى إلى بيوت نساءه هذه المرأة هي سيدة نساء أهل الجنة كما ذكرنا وهي أيضا قد ولدت سيدي شباب أهل الجنة ولدت الحسن والحسين هي فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة نعلم أن أباها هو أكرم الناس وأعظمهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن زوجها هو الخليفة الرابع وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني اجتمعت لعليهم فضائل ربما يعني قل أن تجتمع في غيره من الصحابة مع أنه ليس هو أفضلهم رضي الله تعالى عنه فترتيب الصحابة في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن علي رضي الله عنه أيضا له فضائل لم تكن لغيره من الصحابة الكرام فاطمة كانت في صغرها طبعا هي أصغر أخواتها النبي عليه الصلاة والسلام عنده من البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة فاطمة هي أصغر هؤلاء البنات وتوفيت أمها وهي لا تزال صغيرة هي ولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وتوفيت أمها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة الخمس أو ست سنوات فهي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزال صغيرة دون العشر سنين وهي أصغر أخواتها ولم تتزوج بعد لصغر سنها وكان لها بطولات أيضا حتى في صغر سنها كان لها بطولات من ذلك مثلا في يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى الكعبة ليصلي عندها تعلمون كانت الكعبة هي المكان الذي يجتمع عنده كفار قريش في نواديهم نقصد بالنوادي يعني جلسات هكذا يجلس هؤلاء ثمانية تسعة مع بعض يتحدثون وهؤلاء عشر إلى آخر فكانت حول الكعبة أصلا أسواقهم كل شيء حول الكعبة فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وصلى وسجد فقال أبو جهل كان جالس مع مجموعة قال من يمضي منكم إلى سلا جزور بني فلان ناس قد نحروا ناقة لهم لا ليس نحروا عفوا قد ولدت ناقة لهم ولدت جزورا يعني بعير صغير فخرج منها السلا السلا المشي ما هو الدم الذي يخرج مع الولادة فيقول اليوم أنا مررت على المكان الفلاني وعندهم ناقة والد يقوم واحد منكم الآن ويذهب ويأتي بالدم والفرث الذي خرج منها ويلقيه على رقبته النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يدري سجوده طويل جلس بين السجزتين وسجد السجزة الثانية في هذه الأثناء انطلق واحد منها الفجرة إلى تلك الناقة وأخذ الدم والفرث والمشيمة وغيره أخذه الدم يتقاطر بين يديه والرائحة المنتنة وأقبل والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد على ريح طيبه وطيب نفسه ورفعة قدره وهو عليه الصلاة والسلام كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل عرقه صلى الله عليه وسلم طيب يعني مرة من مرات كانت أم سلمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم نايم عرق فكانت تأخذ معها قطعة من يعني يعني إما قطعة من ورق أو نحو ذلك وتسلت بها العرق تجمع العرق ثم تجعله في قارورة عندها فالسيقظ اللهم سلمة تجمع عرقه قال يا أم سلمة ما بالك قالت عرقك يا رسول الله نجعله مع طيبنا فيكن ريحته أطيب فهو أطيب الطيب عرقه عليه الصلاة والسلام يقول أنس كنت إذا صافحته عليه الصلاة والسلام كأنما أخرجت يده من جؤنة عطار جؤنة العطار هو الإناء الذي العطار يخلط فيه الطيب يقول أنس لما أصافحه وأشم يدي والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يد فيه جؤنة العطار وأخرجها ثم صافحا فتخيل رجلا بهذا الريح الطيب وبهذا اللباس الحسن وبهذه العناية بالمظهر وبالنفس وبهذا العز والشرف فهو من قريش ومن بني هاشم ورجل كبير في السن يعني ليس شابا أبو عشر سنوات أو غلاما أبو عشر سنوات أو شابا أبو عشرين سنة خمسة وعشرين سنة لا رجل جاوز عمره الأربعين وربما جاوز الخمسين وهو له لحيته وعنده زوجه بنات وأولات ويأتي ساجدا ويأتيها الخبيث معه السلاء ويضعه على رقبة عليه الصلاة والسلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما انتبه إلا الدم يسيل عن جانبيه والرائحة المنتنة ودمه فرث أمام أنفه لا يستطيع يرفع لأنه لو رفع سوف يتساقط بقية السلاء على جسمه على بقية ثيابه وهو الآن اختلط بشعره ولحيته ففي هذه الأثناء الصحابة طبعا قريش الذين ألقوه ماذا فعلوا جعل الخبثاء يميل بعضهم إلى بعض من شدة الضحك شفت لما واحد يضحك يضحك إلى درجة أنه يقع على جنبه من شدة الضحك من شدة غلبة الضحك عليه الكفار من شدة غلبة الضحك صار الواحد ما يستطيع أن يمسك نفسه فيقع على الذي بجانبه والصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ضعفة عبد الله بن مسعود بلال خباب يعني ماذا سيفعلون به لو أقبلوا حرك شيئا وهم يضحكون فلم يقبل و يشق غمام هذا الخوف والفزع والرهبة من الكافرين إلا فتاة عمرها سبع سنوات فاطمة كانت تلعب عند بيتها فرأت أباها على هذا الحال فأقبلت تجري فاطمة أقبلت تجري عمرها سبع سنوات تجري حتى أقبلت بيديها الصغيرتين تبعد سل الجزور عن رقبة أبيها طبعا تخيل كل فتاة بأبيها معجبة عادة الأب من أصعب اللحظات عليه أن يهان أمام أولاده يعني أنا ممكن أتعرض لضرب في أي مكان لكن تضربني أمام أولادي الصغار وهم يروني هذا صعب عليه جدا هم يروني الآن أنا القائد للبيت وأنا القوي وأنا أحسن واحد وأقوى واحد أنت أبونا ويفتخرون بي ثم أهان أمامهم فكيف إذا كان الأولاد صغارا يعني لو كان أنا أهان أمام أولادي وأعمارهم في العشرين والثلاثين ربما كبار ويفهمون لكن لما يكون ابني أبو سبع سنوات وأبوه ينضرب أمامه هذه صعبة فما بالك إذا كان ما ينضرب إذا كان يهان أكثر إذا كان يوضع على رقبة سل الجزور أمر عظيم وبعدين الذي يراه ليس ابنه القاسم أو إبراهيم أو عبد الله هذا مات صغارا الذي يراه بنتها أصغر بناته أصغر ذريته هذه فاطمة